السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي اعلان جديد بالنسبة للحلقة اخواني جبت لكم عرض عمل طالبين اربعين او بيغاتخيس دو كابلاج اوتوموبيل اللي كينا في مدينة قنيترا والشركة اخواني اسميتها اس او دابليو اس ماروك اللي كينا في قنيترا اللي كتهتم بالمجال ديال السيارات بالنسبة اخواني لهاد العمل هذا لطالبين اربعين او بيغاتخيس اربعين او بيغاتخيس اللي غدي يخدمو في الكابلاج بالقونترا ديال الانطيق في مدينة قنيترا بالفين وشمينمائة درهم شهريا وبالشهادة ديال الباكالوريا فقط طالبين اخواني الناس اللي عندهم الشهادة ديال الباكالوريا يدفعو وفي الصالر ديال الفيون وثمين مية الدرم اخواني الناس اللي يلا غايدخلوا لها الشركة هذي ديال اه اس او دابليو اس ماروكا اللي كينه في مدينة قنيطرا اللي هي كتهتم بالكابلاج ديال اه السيارات بنسبة لها ديال العامل اخواني غادي تخدموا بالكونترا ديال الانابي كونترا ديال الانابي كرا فيها عامين بعد ما كتدوز هذيك عامين وكتكون عندك ديك الساعة تجربة في ديال العامل هادا وديك الساعة كتدير كونترا اخرى اللي كتديرها معك هات الشركة اللي كينه في مدينة قريط نارى اللي كتهتم بالكابلاج ديال توموبيلات اه اذا اخواني منسبة لطريقة ديال اه انكم تبصوا لي ودعوا الطلب ديالكم لهات الشركة هذي راها اه يعني اه طريقة سهلة جدا عن طريقة لوكالة ديال الانابي كوف شوني هذا لا الاعلان محطوط اليوم واحد شهر 12 2022 في الوكالة ديال الانابي كالطريقة ديال انكم تبصوا لي ولا الامل هادا كيف كنشرح لكم دائما طريقة سهلة جدا من اول شيء اخواني وهو انكم تضغطو على بصلي بهات الطريقة هادي بهات الشكل هادا اخواني من ايه غادي تضغطو على بصلي غادي تنبتك لكم هاد الواجه هادي هنا غا تحطو اه انه مثلا كارتنسونال هنا غا تحطو المتبص ودغطو لوقifying وعلا اوكي ودخلوا الكون特اة ديالكم ايه وتسجلوا واضفعو الطلاب ادلكم اذا ها Viel Понسبه على صور wszyscy اللي احصють في الوكالة ديالانابي كينفونك وعندهم كونت في الوكالة ديالاناببي ك paprika بالنسبه للناس اللي اول المرة كي شاهدوا هذا الفيديو وكي شاهدوا هات الطريقة هذه وكي شاهدوا�� هاد لضعون الوقر الجانبان فى الوكالة ديالانابي كونترалистوا يعني قبل ما تدخلت بوصولي لاني لغا تبوصولي هكي يطلب منك الكارت ناسيونال وكي يطلب منك الموتباس اذا شنو غادي تدير غادي تدخل الرابط الاخر اللي غادي تلقاه في صندوق لوسف اللي هتلقاه في اول التعليق غادي تلقى اخواني هذا الرابط هذا وغا تتبع معي هذا الفيديو هذي اللي غادي نوري لكم فيه طريقة ديال ملء هذي الاستمارة والطريقة ديال الفتح اللي كنت عدك لساعة دين رجعوا لطريقة ديال انكم تبصوا لهذه العمل اللي تحط لها كارت ناسيونال هنا هنا نمرة لكارت ناسيونال هنا تعود للموتباس هنا تعود الموتباس هذا الموتباس هذا هو الذي قد تدخل به للكونت ديالك اذا ستدفع لشيء اه يعني لشيء عمال بالنسبة الهنا يغض تحط لهم نون ديالك يعني الاسم العائلة ديالك وهنا الاسم الشخصي يعني هذه المعلومات كلهم باللغة الفرنسية ما تديرش اللغة العربية تكتب باللغة الفرنسية. هنا ستضع الجنس يعني ستضع غير ما انت اذكر او انت يعني حسب الشخص الذي يدفعه. بالنسبة له هنا ستضع الحالة العائلية ديالك. واش انت اعزب او متزوج متزوجة مطلقة او ارملة. يعني حسب الحالة العائلية ديال كل شخص. بالنسبة له هنا يبدأ بالانهار. يعني الانهار كتدوز الشهر. يعني في كارت ما يعني الانهار لتيتضع المعلومات خلاص بها وكانتضعه حرفيا لأن الادرس يكون في ساكن في مصطح الجهاز للكارت نانسيونال ستأخذ هذا الإدرس الذي مكتوب في اللغة الفرنسية ستنقله وتضعه حرفاً في هذا المكان بالنسبة لهذه المرحلة الثالثة التي تضعها المدينة في ساكن تأتي على سبيل المثال الناس الذين يساكنون في مدينة ورزازات بهذه الطريقة هذي سيعطون ورزازات مثلا هنا هنا ستضع الجماعات لتابعة هذا المنطقة التي انت فيها. على سبيل المثال انت فورززات ولكن تابعة واحدة الجماعة من هذه الجماعات. لكن الجماعات كلهم في هذا المكان. بالنسبة لهنا قد تضع جيميل لك. يعني الجيميل يكون صحيح وقدام. يعني يكون في التليفون. قد تضع الجيميل. قد تضع الرقم الهاتف ديك. اللي هو هاتف يعني رقم هاتف صحيح. من اللي كنت تكمل الملومات كاملين. سنذهب لهذا المكان ونضعه. يعني الحالة ديالك. اللي هي وانت خدام ولا ما خدامش. إذا كنت تخدام يعني كتدير. كنت ما خدامش كتدير. مازين. هنا بالنسبة لهذا المكان قد تضع فيه الفورماتي. يعني ديبلوم ديالك. يعني الشواهد يعني بالعموم الشواهد اللي انت واخدها في المسيرة الدراسية ديالك. يعني كتدير كل شيء. يعني كتبدأ بالديبلوم. عاد كتدير سبيسياليتي ديال ديبلوم. عاد كتدير لوبسيون ديال ديبلوم. عاد كتدير آآ الجروب إيطابلسمو اللي خلطي فيها. عاد كتدير الإيطابلسمو. بعد ذلك كتدير السنة اللي خلطي فيها. هذا على سبيل الميتات. بغيت تزيد ديبلوم أخر مثلا عندك ديبلوم خرين. يعني كتضغط على اجوتي يعني كتزيد ديال ديبروم خرين. بالطريقة هذي يعني كتدير ديال ديبلوم. يعني سواك كتيرة مثلا. غارضة. يعني في تكويميه هنا. او كتيرة في شيء مضارسة من المدارس. ارى كل شيء المدارس ركينا في هذا المكان. بالنسبة له هنا كتدير الليكسبيريونس بالنسبة له العمل ديالك في الشركات اللي في هم في السنوات الماضية يعني تضعهم هنا كاملين يعني هذه المعلومات يقدرون أن يكون لديك في ولكن تحاول ما يمكن أن تضعهم بطريقة صحيحة في هذا المكان. هذا الشكل هذا يعني تضع السنة هنا التي بدأت فيها الخدمة وهناك تضع السنة التي كملت فيها الخدمة مع تلك الشركة إلى ما يستطيع أن تضغط مع الشركة على هذه البطولة بهذه الطريقة هناك تضع هنا لانتروبريز يعني الشركة الاسم الشركة اللي انتخدمت معها فهذا المكان هنا قد تضع ما كنت تعمل في هذه الشركة يعني البطول الذي تعمل فيه يعني تكتب هنا يعني البرانش اللي كنت تعمل فيها في هذه الشركة هذه. بوقت تزيد شركة أخرى تضغط على أجوتي أجوتي إن إكسبرينس. يعني تزيد شركة أخرى هنا وكتدير لطاة دياله هنا في بديتي وفي إنتهدي ومعلومات ديالتك الشركة. مازين. بالنسبة لنا الكومبتنس. الكمبتنس بالنسبة للغاية. والكمبتنس بالنسبة لبيغوتيك. والكمبتنس اللي هما سبيسيك. الكمبتنس خرين اللي الانتخدمين ترى ماذا لديك. يمكنك تضع اللغة هنا. في هذه الطريقة. يمكنك تضع اللغة هنا. يعني اللغة كاملة عندنا. وكذلك الحالة لديك اللغة. أو المستوى لديك اللغة الذي ينتهي. نقوم هنا بإمكاننا براتي. لا تتعرف الوضع. لا تتعرف الوضع. لا تتعرف البراتيك. لا تتكلم هنا. بالنسبة لها تضع المطارس الأخير. حيث يمكنك تقريب مجرد الناس مثلا انه لا يمكنك تحديد الناس بما تعرف أنصف مثلا فوتوشوب او ويب سايت مثلا المونتج اي شيء تحديد وضعي المكان هناك ما هي تعمل قيم عن الإجاباء ما هي تعمل الدراسة يمتلك لتجد المت swing وتعمل الدراسة أو اولك التي أصدفها في الأخير هناك تحط قيمة فيديو وحتى يكتب على سيرة الوغفة كتكتبها مزيان في الورد وكتحولها البيت دائف وكترفعها في هاد المكان كتضغوط على هاد شوازي غنفيشي وكترفع البيت دائف هنا وكتضغوط على في الاخير. اخواني بعدما انكم عمرتوا الاستمارة وضغطوا على جاد دور الآن ديال الطريقة كيفاش غادي ادفعوا الطلب ديركم وتبصلوا له هاد الشركة هادي. اذا انا غادي اضغطوا له بصولي بتشكل هذا غادي نبات قليكم هاد الواجهة هادي تحطو هنا المرتلاقات ناسيونال وهنا غادي تحطو المطبس لتسجلو بيه والضغط على اوكي والدخلوا لقونت ديالكم وتبصلوا بشكل عادي وسهل جدا. اذا اخواني هادا هو العرض دياليوما. كنت تمنى لكم التوفيق. ما تنسوا اشتركوا لا زر اللايك وتشاركوا في القناة ديشعروا زر جرسة. باش توصلوا بالجرسة في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موسيقى